اشتركوا في القناة قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين طبعا هذه الآية 61 من سورة آل عمران المباركة تتحدث عن قضية المباهلة والمباهلة التي حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وبين نصارى نجران لكن لما وصلوا تقدم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلفه فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومن خلف فاطمة أمير المنين ثم الحسن ثم الحسين قد البعض يقول لما تقدمت فاطمة لأن فاطمة حلقت وصل بين النبوة والإمامة لذلك لما رأى نصارى نجران أن هؤلاء الأقمار قالوا والله لعله الأسقف قال والله إن يعني إن باهلنا هؤلاء لا يبقى على وجه الطبيعة وجه الأرض نصراني قط فرجعوا ولم يباهلوا وهذه طبعا كرامة لآل محمد ومن ضمنهم الإمام الحسين سلام الله عليه كرامة أيضا أخرى قضية سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى أن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا طبعا هذه القصة يذكروها المؤرخين أن الحسن والحسين مرضى فعندما مرضى نذر مولانا أمير المؤنين سلام الله عليه أن يصوم ثلاثة أيام وتقرض صاح وهو ثلاث كيلوات من الطحين وأعطاه إلى فاطمة وبهل أثناء نذروا الصيام وقيل أن معهم فضة فجاء وقت الإفطار أرادوا الإفطار وإذا بمساكين المسلمين قال طرق الباب قال يا آل محمد أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة تصدقوا بالأقراص وفطروا على الماء لأن لا يصح صيام يوم بيوم بدون أن يفطر فاليوم الثاني يعني أكملوا أقراص الخبز وجاءوا لوقت الإفطار وإذا بي يتيم قال يتيم من يتيم المسلمين أطعموني أطعمكم الله يا آل محمد تصدقوا وأفطروا على الماء اليوم الثالث جاء أسير قال أسير أطعموني يا آل محمد أيضا أطعموه ثلاثة أيام لم يذوقوا الأكل والشرب الرواية تقول أن الزهراء سلام الله عليها التسقت وطنها على ظهرها وأن الحسن والحسين يتراجفان من شدة الجوع حتى جاء الأمين جبرائيل سلام الله عليه قال خذها يا محمد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى أن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا طبعا هذه أحداث متفرقة كرامات لآل محمد كرام الأخرى أيضا هذا النصراني اللي جاء في وقت الحسين عليه السلام هي موجودة في مجمع المصائب النصراني يقول رأيت المسيح ابن مريم عيسى سلام الله عليه وآله نبينا وآله يقول قلت له أريد أن أسلم قال أسلم على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول فرأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسلم على يديه وأراد أن يجدد البيعة وإسلامه عند أحد من أولاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجد الحسين وهو نصراني ولا أتعلم الناس أنه أسلم فدخل المسجد أرادوا إخراج من المسجد قال لهم أنا كذا قصتي كذا وكذا أنه أسلمت على يدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجئت لأجدد العهد والبيع وإسلامي عند الحسين عليه السلام دخل على الحسين عليه السلام قص له القصة وكان علي الأكبر عمره ثلاث سنين فسأله الحسين عليه السلام قال لما أسلمت على يدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل دققت بوجهه؟ قال بلى يقول الإيمان الحسين عليه السلام قال علي بعلي الأكبر جاء مغطى ببرقع فلما نظر إليه النصراني قال والله بكى قال إن هذا يشبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعدنا بالروايات شبيه المصطفى يشبه خلقا وخلقا ومنطقة فقال الإيمان الحسين للنصراني قال لو كان عندك ولد مثل هذا وضرب بشوكه ماذا تصنع؟ قال سيد مولاي أموت قال أعلم إن هذا ولدي علي قراه مقطع بالسيوف أربا أربا فعلا يوم التاسع وهذا اليوم نسأل لي اليوم يوم التاسع يوم علي الأكبر أربا أربا فبكى هذا الرجل طبعا الإمام الحسين عليه السلام احتضر ثلاث مرات المرة الأولى عندما برز علي الأكبر وقال أنا علي بن الحسين بن علي نحن بيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضربه لا من هاشمين علوية الله لا يحكم بينا ابن الدعي فاحتضر الإمام الحسين عليه السلام والمرة الثانية متى احتضر الإمام الحسين عليه السلام لما جاء بعلي الأكبر جريح احتضر الإمام الحسين عليه السلام والمرة الثالثة احتضر جمال حسين عليه السلام عندما جاء بعلي الأكبر وجلس عنده وتمدد معه في أرض المعركة بين الخيل والرجال تمدد معه واحتضر الحسين سلام الله عليه طبعا أيضا هناك أمر آخر يعني له علاقة بكربلاء وهو جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري طبعا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبل الأيام الأخيرة في واقعة الطف فقد بصره عند رسالة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوصلها إلى ولده الباقر فأخذ يتكلم أين الباقر أين الباقر وهو بصير الناس يصورون أن جابر يعني أخرف كبر ولكن هو أراد يوصل رسالة إلى الإيمان الباقر لما وصل إلى مولانا الإيمان الباقر محمد الباقر قال هذه رسالة من جدك المصطفى يخصك بالسلام وصل الرسالة وجابر إلى موقف آخر يعني بعد استشهاد الإيمان حسين عليه السلام جاء هو وعطي العوفي لقبر الحسين عليه السلام يوم الأربعين بعدما اقتسل في نهر الفرات وتعطر ببعض العطور وقال يا عطي ألمسنيه يعني ألمسني القبر فلما لمس القبر صاح ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه فبينما هم كذلك وإذا بعطي العوفي قال يا جابر أرى سواد من جهة الشام قال اذهب واتنا بخبره فإن كان من جماعة عمر بن سعد نلوذ عنه وإن كان الإمام زين العابدين عليه السلام فأنت حر لوجه الله حر لوجه الله ذهب عطي العوفي وجد الإمام زين العابدين عليه السلام مع عماته وأخواته رجع مسرعا إلى جابر قال قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسوله هذا إمامنا زين العابدين مع عماته وأخواته جابر ركض حافيا استقبل الإمام قال سيدي يا ابن رسول الله أعظم الله لك الأجر لأن بالشام ماك واحد قال أعظم الله لك الأجر أبدا فقال أعظم الله لك الأجر بعد أن هنا الإمام استغل الفرصة قال يا عم يا جابر والله ها هنا قتل والد الحسين ها هنا حرقت خيامنا ها هنا ذوحت أطفالنا ها هنا سبيت نساؤنا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة